صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله قرار رقم 18 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم واحد لسنة 2016 بتشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب جاء فيه يستبدل بنص المدة الأولى من القرار رقم واحد لسنة 2016 بتشكيل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب النص الآتي تشكل الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب برئاستنا وعضوية كل منه سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة نائبا للرئيس سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة عضوا الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة عضوا معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عضوا الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي عضوا الفريق طارق بن حسن الحسن عضوا اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة عضوا اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل عضوا شكرا